اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط العشرين للنفط والغاز ميوس 2017 الذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر والذي استمر لمدة أربعة أيام متتالية على أرض مملكة البحرين شهد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط العشرين للنفط والغاز مشاركة نحو ثمانية آلاف مشارك من مختلف دول العالم وعدد من الرؤساء والمدراء التنفيذيين والمسؤولين وصناع القرارات الاستثمارية في عدد من البنوك التجارية والشركات المتخصصة في قطاع النفط والغاز هذه الفعالية التي تستضيفها البحرين منذ انطلاقتها الأولى عام 1979 تؤكد على أن حكومة المملكة الموقرة لا تدخر جهدا في الحفاظ على هذه الطاقة وتعمل جاهدة في تطوير صناعتها البترولية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في قطاع النفط والغاز حيث يشهد القطاع النفطي تنفيذ عدة مشاريع تصب في النهوض بالاقتصاد الوطني الحقيقة ميوس واحد من المؤتمرات المهمة بالنسبة لنا لأنها تعالج كل مطلبات العمل في قطاع الغاز والبترول وحنا نقدم الخدمات فيها الأمر ونعتمد على التقنيات متقدمة فيها ويساهم مؤتمر ومعرض ميوس 2017 في تدارس التحديات التي تواجه صناعة النفط خلال العقود المقبلة مع ضرورة استقلال الثروة النفطية لتحقيق التنمية المستدامة واستمرار خطط التنمية رغم تقلبات الأسعار العالمية للنفط وما تشهده سوق النفط العالمية نأتي على المعرض البحرين وعشان نعرف كل الزبناء بمنذ وجنتنا ونعرف كمان إيش الجديد في الغاز إيش الجديد في دول جوار مثلا عندنا زبناء كالسعودية ولا الإمارات ولا قطر وزي ما نتلاحظون كلهم موجودين هنا وتميز المعرض بمشاركات كبيرة من قبل أهم الشركات النفطية العالمية وتضمن عروضا لأهم وحدث التقنيات الجديدة التي توظف الابتكارات التكنولوجية في خدمة القطاع النفطي تلبية لاحتياجات السوق المحلية والعالمية نظمت الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجمعية مهندسية البترول العالمية اليوم التعليمية لمدة العلوم في النفط والغاز لمدارس المرحلة الثانوية في مملكة البحرين بمشاركة واسعة من مدرسي مادة الكيمياء في المدارس التنوية الحكومية والخاصة التي بلغ عددهم أكثر من ستين مدرسا ومدرسة وأكثر من مئتي طالب وطالبة دور كبير يطلع به المدرسون والمدرسات لمادة العلوم في مختلف المدارس لتوصيل المعلومات إلى الطلبة بأفضل الأدوات التعليمية فقد جاءت هذه المبادرة على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط العشرين للنفط والغاز لإطلاع المشاركين على آخر التجارب المعملية التي تستخدم في صناعة النفط والغاز الفعالية لها أهمية كبيرة من خلال تأهيل وتنوير المدرسين بآخر التجارب والمسجدات في التجارب النفطية وعلى هذا الأساس احنا اخترنا قاعة نادي بابكو على أساس تكون هي لصيقة مع ما هو موجود من مفردات لا علاقة بالنفط والغاز تهدف هذه الفعالية التي تنظمها الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجمعية مهندسي البترول العالمية بمشاركة أكثر من 60 مدرسا ومدرسة إلى جانب مشاركة 200 طالب وطالبة تهدف إلى تعزيز القدرات الملموسة بآخر التجارب المختبرية والمعملية وتزويد المدرسين بالمعارف وتبادل الخبرات مع الجهات المنظمة المختصة وهو ما أكد لنا عليه المشاركون استفادتنا الحقيقية أن احنا تزيد معلوماتنا في مجال تجارب النفط وهذا ينعكس على مستوى تعليمنا للطالباء في المدارس في مجال الثقافة البترولية صراحة استفدت حاجات كثيرة يعني شفت حاجات كيف يستخل النفط وأساسيات ما كنا عارفينها عمليا يعني أساسيات مهمة موضو كل واحد يعرفها بأننا من الدول النفطية وحاجات مهمة لنا صراحة طبعا جدا جدا مهم اللي هو تدريب المعلم يسقل مهارات العملية في هذه التجارب في هذه المواد العلمية اللي تطرح دائما عشان نحن نقدر نوصلها للطالب بنفس القيمة هذا من أفضل المؤتمرات اللي حضرناها طبعا لأننا ربطونا بالواقع الموجود في الحياة يعني شلون البترول ينتج شلون التجارب العملية اللي سويناها مو يعني أكثر فعالية من التجارب السابقة مستجدات العلوم المستخدمة في صناعة النفط والغاز والبتروكيمويات مضطاردة التجديد بشكل سريع وهذه الورشة أتحت للمشاركين فرصة إثراء معلوماتهم من خلال إجراء العديد من التجارب الجديدة في بيئة تربوية علمية على هامشي ميوس 2017 جاءت هذه المبادرة هنا على هذه الطاولة لتجمع المدرسين المختصين في مجال الكيمياء والفيزياء والأحياء مع المختصين في مجال النفط والغاز ليطلعوا على أحدث التجارب والتقنيات الحديثة في مجال النفط والغاز ويساهم في نشر التوعية بالثقافة البترولية يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحر